السلام الاحباب احبابكم في القناة ان شاء الله تكونوا بخير والاخير في الفيديو التالي ومحن دلكم مرولي بالفيونداشي او اللحم المفروم بالفطر لشامبينيون بزافة جبنين ومناسب جدا في رمضان راح يفرح افراد الاصلتكم كما تقدروا تديروه الضياف بزافة موالم الضياف تاني قمة في المذاق هنا روحوا دائما للمقادير وطريقة تحضير بسم الله هنا الفيونداشي عندي ربعمائة جرام راح نضيف لها مغير فا صغيرة تعال التوم بعدها راح نضيف لها شوية معدنوس هاكدا بهذه الطريقة بعدها راح نضيف في هذي الكمية حنضيف حبابيض تكون فريمان صغيرة ما تخيروش البيضة اللي تكون كبيرة بس كمية الفيونداشي هنا مشي بزاف ربعمائة جرام احنا راح نضيفه مغير فا صغيرة تعالى موتارد هكدا راح تعطيها طالة والفيونداشي اون بلوش دوسة راح تعطيها بنا روعة هنا راح نضيف كمية لشابلور هكدا بهذه الطريقة اه من ربعة اربعة مغارف هكاك اربعة مغارف كبار تقريبا ربعة مغارف ورشاتها ملح ورشاتها فلفل اسود هذو هما ليزي بيسة اللي راح نستعملوهم احنا نستعملو مغير فتح طب باش نخلطو كامل لزنغيريديو مليح مليح والمكونات يدخلو في بعضاهم وتقدري تستعملي يدك عادي تلمي بها كما كم تشوفو هنا يا راح نلم كامل هنا الفيونداشي تعنا راح وجد معانا بهذه الطريقة نغتنم الفوصة باش نحيي كل اللي زابوني التوعي المشتريكين نجهلهم الف تاحية هنا راح نروحو دوزيام شوزة هنديروها هنا عندي صدرت على الجاجر حيتو في الروبو راح نضيف له مغارفة صغيرة تعتوم وفلفل الكحال والملح وثاني المعدنس نفس الشي كي ما كي ما قدرت في الفيونداشي واشنو هنا مش راح نضير البيض راح نضير هنا الفخوماج طاري كي ما تقدروا تديروا فخوماج طاري بورسيون وثلاثات هنا باش يعطينا طراوال هذك الجاج ويجبنين كي ما لكم تشوفو راح نضير نفس الشي لما كامل لزنغيريديون بهذه الطريقة وكي ما قلت لكم تقدروا تستعملوا يدكم هنا راح للبودان تعنا الفيونداشي تعنا راح نفتحها بهذا الشكل بالاستعانة بالفيلم غذائي بهذه الطريقة او بلاستيك غذائي بهذه الطريقة حنفتحو مستاطل هكدا إلا كشتهي لسق استعينوا بشوية ما ونروحو جيرا يكتمو للجاج اللي نحن نفتحو ثاني قلت لكم الجاج هنا تقدروا تستعملوا الجاج كي ما تقدروا تستعملوا الادند هكدا الديكو الرومي راح نحط طبقة طبقة تالجاج فوق طبقة تالفيونداشي ونزيد نفتح منظره جديد كي ما كم تشوفوا الجاج الجاج شوية صغير بسكو كمية نصف الكمية استعملت هنا وفتحتو صغير هنا راح نضيف طبقة تالفورماج تكون اختيارية حبيتي اضيفها حبيتي ما اضيفيهاش ونرولو نستعينو بالفيلم الغذائي ونرولو لبودانتانا بهذا الشكل طريقة بسيطة ومشاح تشدلكم الوقت الاشتو فريمون اللي فيونتا وحكم يتلاسقو ولا حاجة ما حبوش يتخدمو نديروهم شوية واحدة اربع ساعة في الفخي جيدا يشدو رحم ومبعد تكملو خدمتكم عادي كي ما كم تشوفو هنا نحية الفيلم الغذائي راح وشد رحم مليح مليح لبودانتانا طريقة بسيطة وسهلة في نفس الوقت ويجي قمة في الروعة احنا راح نغلفو بفيلم غذائي هاكدا ونديها مباشرة راح نفورو ديارك تومو نخليه يفورو حد العشرين دقيقة اربع ساعة حتى العشرين دقيقة ونقلبوه بالجناب باش يدخلو طياب مليح كايني ديارك تومو يديروها ديارك تومو يقلوه ولا يشووه انا نفورو قبل باش يدخلو طياب بس كوديجا عندنا الحمل داخل الفرماج لازم يكون يدخلهم طياب مليح بهذه الطالقة روحون ديارك تومو درنا هنا شوية زبدة وشوية زيت راح نطيبو مليح ونحمر هادك البودن تاعنا في هذك الزيت والزبدة كيما قدلكم هنا كيما كم تشوفو هنا وشاد روحو تخي بيان جا فريمون روحا كيما كم تشوفو هاكدا كيما كم تشوفو هنا تحمر مليح تخي بيان اخضى لون رائع ههنا في هذي الاثناء راح ندير اه 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 تالي شامبينيون تاعي في نفس المقلة هاكدا تتحمر راح نضيف لها هنا يكميه تالي بصل واحد الاحباء بصل شوية كبيرة نكون كرفش تاولا قطعتها قطعة صغيرة بهذا الشكل راح نضيفها هذي الاسوس تالي شامبينيون راح تلافق اه اه رولي تاعنا كما كم تشوفو بهذه الطريقة راح نطيب مليح مليحها ذاك البصل مع لي شامبينيون راح نضيف اه حب اسنينه تاعتم كرفجا او مرابيا بهذا الشكل من كثروش التوم غير اسنينه تكون كبيرة ههنا راح نضيف التوابل جسد الملح وففل اسود هذا ما كان بعدها راح نخليهم اه اه يطيب مليح مدد خمس دقايق ولا حتى العشر دقايق بعدها راح نضيف اه شوي اياما شوي اياما اضفت شوي اياما هنا ما صورت شوي اياما بعدها راح نضيف اه كمية اه 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 تالك خمفخش تكون اختيارية اهنا اضفت زوج مغارف كبار تالك خمفخش وانتي لا ما عندكش لك خمفخش انه مضيف هاش عادي هنا كما كم تشوفوا لاصوس تاعنا وجدد لوبودان تاعنا وجد ورح نقطعو الى شرائح هنا كما كم تشوفو اه تقطعو يكون اه تخيف عسيل سهل بزاف يجي في غيمون تري باسكو دي جافورناه وكل شراو طايف فيه كما كم تشوفو هنا لوبودان تاعنا crec روها طبقة توعو الداخل اللي بين وفغيمون هايلين معلوف خماج جا قم في الروعة راح نديرو في طبق التقديم كما كم تشوفوا راحو الطبق التقديم واجد معانا دلتو رشيت عليه شوية مع دنوس وجفغي مو روعة في الماذاق ان شاء الله يكون اعجبكم ونال ارضاكم وما تنسونيش بجام و كومنتاج وبختاج للفيديو وصحة رمضانكم وتصوموا بالصحة والهنا وبرتاجيو الفيديو مع احبابكم واصدقائكم ونتلقى في فيديو اخر ان شاء الله سلام